السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصة وحكاية أول المغرب أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أدى واحد السيد كالاسم له حاكيم حاكيم في عمره 15 عام بحلم أكاك حاكيم كان راجل اللي باس ليه قبل نفسه وبنفسه خرج الخدمة تمارا من صوره دار مشروعه وشوي دار الشركة ديالو سيل ولا لباس له هناك نتعرف على واحد البنت لإسمه هيبا وتزوج بها فهذه الأثناء كان هدرو على حاكيم في عمره 15 عام كما قلنا وهيبا في عمره 30 عام حاكيم لم يكن يزع له الصداع ديال المدينة والضجيج قرر أنه يشري واحد البقعة في الخرجة ديال المدينة في واحد الفيلاج عاجي كينمو بكبرش بزيف وفي الخرجة دياله هو براسه يعني في الطرف ديال الفيلاج شراء البقعة وابن على الفيلة وسكنه ومراته حاكيم تعرف تماما في الفيلاج ومعروف حاكيم راجل هباسي لباس ليه مخصوه التشخير طوام بلته الفاخيرة و أي حاجة عنده يعني كيش عرفه هي حاكيم بقي موال المواله وممراته حاكيم كان ديما في صداع الرغوات والمشاكيل وممراته وعليش؟ يثبت أنها تدخل فيه تدخل فيه في الكبيرة وصغيرة في مشيتي، في نجيتي، في خسرتي فلوسك مع من ريحتي، مع متكلمتي ووقع لك تدخلني، كتعرفش وحد عليها هو ما كيبغيش التدخلات وما كيبغيش أدخلها بزيف هو كيبغي عيش حياته كم مبغا لأن هذا الحاكيم مراته كتعرفه مزيان حاكيم مدمن مخدرات مدمن خمر ضروري يوميا من الذي يساعد الخدمة له ضروري يمشي الكنتور يعني البعر يمشي يتمعه يبقى يشرب 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 حاكيم كان من الناس كما قلنا هم عائلته وفقراء ما في حالهم ولكن هو مليدار له بس طب الحال عاون هم مساعدهم وما إلا ذلك هذا المرأة كان يضربها في يما تزواج الأولى معها كان يضربها كان يضربها بزيف وحد ضربه ومبرح لأنه ما كيبغيش التدخلات شؤونه الخاصة وهذا كانت تقوي لي الأسئلة بزيف في كتيفي مشيتي كده كده أنا عارفها كده الفعيل المهم هو كان يضربه وحد ضربه ومبرح هنا كانت مشي عند أخوتها وعائلتها وعائلتها كانوا يجي عنده كان يضرب معها بالعقل ولكنه ما كيشمش المهم وحد المرأة من المرات تبريه فيه مزيان وحد تبريه وعرق وهدوه تقريبا باش إلعاء وضربها قد يكون واحد الحساب آخر من أولاها تقريبا مقاش يضربها ولا قاعد تخصم معها غير كي عائرها أو تخصم معها غير بالفم ذياله ما كيمتش علاج للدو من ثم مقاش ضربها حقيقة صداعوا المشاكل كينا ديما ولكن مره مره مالك يطلع على الدم أو تتقلق تزح وجهك في شهد دار وليدها كيمشي يوجي باب عادي مهم الضرب ونقول لكم مبقاش هذا حاكيم كان خدام عدوه الولد اسمته مروان بقير شاب ولد فيلاش ممايا ولد واحد السيد اللي هو معقول ومعروف ممايا كعرف حاكيم وطلبوا عليه باش يخدوه معاه شناع لأنه كان عدوه المتستوى تقع فيه معين مجلي صافي نخدم عندي صافي جاء عنده مروان مروان كان محاسب خدمه شركة كمحاسب مروان لقع فيه الأمان ومعقول لك حاكيم وتحق فيه بزاف ولا المساعد شخصي دياله كيصوك بيطوم مبيل كيديه الشركة كيديه الشركة المالية كيديه الكونطور كيديه البهر كمشي مع المقارب شخصي دياله لأن هذا مروان ليس بحال الدرار اللي كان يخدامين مع حاكيم الدرار الأخرين كانوا يوصل الخضراء الهيبع واسبابه لكي كان يصداع القوات ما بين هاد الزوجين هادو هادش عاش حاكيم من اللي شايف مروان يعني آمين وما كيعاود تشي حاجة بخصوص العمل للأغراض الشخصية اللي كيقوم بها حاكيم لا في مشا لا في نشا لاش حال نصور لاش ندير ووالو لقاع إنسان يعني كابابل نصور طاق فيه أعطاه ما بين يديه كل شيء أي حاجة بغاه مروان كي ديرها بلا ما يرجع الحاكيم حاكيم كان موالف في الووكند ضروري كيمشي يصيد في الغابة واحد الغابة كيمشي يصيد مرتقية دياله وعنده أصدقاء دياله من الصيادة كيمشي كل الووكا كيمشي معه كيمشي معه مروان ولكن مروان كيمشي معه البعار كيمشي معه الخدمة لأنه خدمت طبيعة العمل وكيمشي معه كان كل الووكند نهار السبت المصباح يجي مروان يخرج حاكيم اللبس طبيعة ويجعل بلغابة ويقوم بقيه جائر الصيد يفعل حقا ويقوم بجلس يجرح ويجعل بلغابة كيمشي في الثاني ويجعل مروان وكل يورق هاكيم استعد لبس طبيعة ويجعل بلغابة ويجعل تأتي مروان فالتناق فهي اقوم مختلف المشاكل تكون ما بين هات الزوجين ما بين حاكيم وهيبا ستنوض مع المشاكل لماذا شيء مهم شيء مهم في مجيتين في نجيتين كما موالفين هنا اول مرة من وراء شحال من عين سيضربها سيضربها ويضعها واحد ضرب مبرح سيضربها قتلى لأسر من وراء الشيادة سيجي مروان سيمره الطرمبيل و سيزين لأن شيء لم يكن بحال موقعه شيء حاكيم سعر في وقت ستنوض مع المشاكل سيضربها 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 ويضربها بزاعة حويلة ويضربها ودار والديها أخوتها علتها أخوتها والديها سيضربها السيد قرش كهشام السيد عجبة ويضربها الشخص المهم هو أن يجيشون عنه من الغابة لأنه قادت ورمشه الغابة وهو مكانك يأتي من الغابة مع جوهة السابح أو الماكاك السابح مكسا من 6 ساق إذا تعطل سيكون الحساب عسير لنا تحاكم هذا المهم هنا يقوم بمثال الصيدة جاءوا من الغابة جاءوا وصلوا بطعوبيل ماروان قدام باب الفيلة ماروان ينزلوا في حالاته والآخر يدخل طعوبيل الفيلة ماروان قال لي صافي الشيف تنهار 2 ونطلقه لأنه النهار الذي نضرب فيه الغابة هو نهار السبت وقيت تقريبا السلارو بحل ماكاك دخل حكي وصلت 8 ونصف مالذي يدخل سيأتي بشكل أخي واجه وليديها واجه وعائلها بزاف بهم سيأتي وبعد ذلك سيأتي ودقوا في الباب الباب الفيلة الرئيسي طيب الحال السكان من الطاقة المائية والناس الذين تعرفوا مراته شاهدوا شهود قد تكون بحبات التعبير يرغبوا أن العائلة تعحيبات جاءت التلجم للحاكيم يضطحوا ويضطحوا بدون مجيب ويقوموا بخش لا أريد أن تأتي بهم عدد من الثمانية تدجوا على الواقع تلجم أباح المكاك ويضطحوا واحد هنا في الأول لا يريد أن يفتحوا باب الفيلا ودخلوا لأن الزوجة لديها السيروت ولكن لا يريد أن يخرج لهم لأنهم لا يتسمعوا لهم وبالتالي يربحهم هنا سعفة تطرق في نهاية الأمر تفتح بالسيروت ودخلات غير راسة المرأة الأولى ودخلات طعم ويلير وكلينا لا يمكن أن يجاوبنا المهم أن تفتح الباب الثاني تراه للمجد المدتون وانه يعني غير سامة يصبح إلى القتل قتل وأن يتدافعوا عندما أدخلوا عندها وأن يسمعوا الغالة يصبح إلى الوصول يجعلين أجل هذا الراجل يجعون بحسابه ويجعون أعلى وغار قوص الدم أدياله اهنا ايشنو هنديرو وما نديرو امشاو كامين ديهم امشاو عند البوليس امشاو عند البوليس يعلموهم على وجود وحل جوتاق في الدار واشنو القاع ايشنو القاع يعاودوا لهم التفاصيل المميلاه طيب الحال الناس عندهم مشهود بأنهم جاهو معجوه يتمني بحل ماكاك وهو ما كي يضقوا في الباب ويعايروا حقيقة ويتواعدوه كذا تقريبا واحد للسواء الماتجهال وما كيتواعدوه في نهاية الامر اضطروا انهم يدخلوه بالمساعدة الزوجة ديهم يعني هي اللي افتحت لهم الباب صاف هنا البوليس يجعوا ودخلوا دخلوا الفيلا كالقاوه في الناس الجتة الحكيم حكيم معروب تماما في المنطقة كيعرفوه البوليس صاف هنا البوليس يعلموا النياب العام يجعوا لي مودرة كينا وحل جتة هنا في الناس شخص متحكيم كده كده صاف هنا جاء الشغضاء القضائية وبدأوا الابحاث القضائية وجاءت بطابة الحال مصرح الجريمة مصرح الجريمة بطابة الحال والفيلة كامل وأول المشتبه فيهم هم العائلة بتاع الزوجة ديالو نقاورها الاعتقال مصرح الجريمة قتل هنا فلقت مصرح الجريمة بدأت تسمى الشرط المكان كامل ملقعت لا امارة تسلق لا كوصور في الباب لا تتشحى لان المرق الزوجة ديالو قتلي مبدر انه يفتحت بساجة ودخلت والفيلة ديالو كان تقريبا كان الصور ديالو عالي كما قلنا وكان هذا الفيلة كان فاكرة سفلية وطابق ولكن كان الشراجة من الفوق ومن التحت وكان يرياجات السيد من دخل القاتل من دخله لا ربما كانوا معه شي واحد كان معه ولكن هو مقتول ركام اللباسات الصيد والبندقية طيح احده حجال والذي الذي كان يتخل من سيده باقي حزوي يعني الصيد غير تقتل فقط ايوه مزيان يقعدوا في الفيلة يظهروا على سبيل المغرب جريم الدافئ وغير انتقاء وشكائة ولكن من الذي يدخلوا تجدوا امارات سرقة الماريو فارقاء وفلوس مكينة وويدرهم مكينة الذهب المرأة لم يكن لها لأن امراكات المرأة التي لا أريدها من خلش لا ترى معي الذهب ديالي وفي الصندوق فيها شيئا يباشي ديولي وذهب هذا كان تقريبا محدد نوع معين عند الروسي الدول وعند كل شيء يعني مطبوع على ودها ومدقوق على ودها يعني عند الحساب الدوق ديالي كان هذا الحكيم كان يجيب للك شيء الحساب ديالي تشهاتي يعني التصاميم اللي بغاتية مزيان لا ترى معي الذهب لفلوسة تشهجة يعني السارقة هو الدافئ الأساسي تعد الجريمة بالنسبة للأعطار بالنسبة للبصامات لا ترى معي الذهب هذا السيد والدول المسودة وفي انتظار الطبيب الشرعي يقول الكلمة ديالو فيه ويقول لنزاما تقريبا الوفاة ديالو بدأوا التحقيقات مع الزوجة ديالو ديالو رأيه متهمة واحدة والعائلة ديالا العائلة ديالها يعني أخوتها ومها واباها وولاد عمها وكان جوا معتها وولاد خالها واحد دروينة كانت مياه كان يدخلوا للكوميسارية كم من يحقوا معهم نحن أكدوا بأنه نحن رجينا مع جوية كتبنا نصبح الماكاك لتاحقنا بالمكان في فيلا تقريبا 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 في نهاية المطاف جبدات ساروة هذه هيبة هذه مرات الدخل يا الله أرحمه وفتحات الدخلات لقعتهم قتولات شلكية يعني احنا بنا نقول لكم احنا مدخلناش ومررفناش أصلا واشي احنا قتلنا نديروا كالفضايحة وشوها وكادا وعندهم الشوق دلت الشيادة سكوية المجاولين وشيناس وكادا شن يفهم شن يفهم شن يفهم اللي يجاوا ونزلوا بطاهم وليالهم داو كيهيهو يغوتوا وضربوه في الباب يعني ماشيهو ما بغاوا يقولوا ليهم مزيان ولكن شهده كامل ما كافيش خاصة عارفوكم الشرفة شنو العلاقة دي لكم معه العلاقة دي لنا معه حقيقة هو راجل البنت دي لنا ولكن هنك يضربه وكيعتاده وكادا بزيخ وحنا تبردين فيه مياه مرة نجوش ولكن لكن هو مكحش هذا المرة او لهذا النهار جاءت مضربه بعد النا جينا بوين ودوا حد معه يعني بصراحة كانوا يضربوه هو يدخل في سوريا ولكن لقاوه مقتول الزوجة ديالو كتقول نفس هدرا هسيدي اليوم الصباح فاق عادي لبس الكسوة ديالصيد هز البندقية فطرزنا كيستنا في مروان تقدر لي خدامها المهم من ورامها فطرزنا مهم نجوش مع هدرا الشيء مواضيع ناضفية المهم خاصة ناقش معه اضربني اضربني عدو والدية قلت له هذا الشيء الكين شكو لي قلت غديشي عندو وحد دري اسم مروان ومشى معاه هسيدي انا موهم ليحتي اخر جهو به مشاودي مارا وطعم بين مشاو حالاتهم عادا انا هزيت حويجي ومشي شحي حالاتي مزين هذا مروان هاد شكو نوا والد فلان معروف تمار فيلاج قلوا لالبوليس واشتك تعرفيشي واحد اخو الكدام ما من غير هذا مروان قلت ليوم لا هذا خدمة ديالو وشاريك ديالو كان عارف ليتشي حاجة كان عارف غير مروان بحكم انه كان دري اسم مروان وكيجيبوا معه الفيلا بزيالو بزيالو شاو جابوا مروان عجاسي مروان 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 اشنو نقال ليوم مروان قال ليوم بدي انا حقيقة ان دري اسم محاسبة الشاركة ومكان نشي معاه ونجي معاه واحد اقلت لي امين سر اديله هو مخدبني ومقربني لي لان انا مكان عاوت لمراته تشي حاجة لي ايه سيدي يزيد هذك النهار اشنو قاعد بالضبط من الجيتة الدماء الصباح الجيتة الدماء الصباح الجيتة الدماء الصباح لقيت طوام مبيل مديماريا طلعت الساكت به اركب حداية لابس مساعد بغادي نصيده مشينا لغابة نصيده هاتش اللي كين وغلش تكب شمعه الصيدة هانا غادي قول ليوم واحد القادية قال لي ما سيدي هو مكانش كالصيد الصراح هو غير كتانا كامشي معه غير كتانا هو كي مشاعد واحد السيدة كي مشاعد واحد السيدة كي بقى معها النار كامل اللي احتلال الشيء عاد كي يجي كي يشري مع ذوك السيادة اشي حاجة الصيدة ويشريها من عندهم صافي وعلى أساس نرى صيدنا نرى صيدنا ايش حاجة مزيانة السيدة دا في كتسكن السيدة منورة الغابة كتسكن عيشها في واحد دار عادية يوم راجلة راجلة محالوش وهي يقولوا لي شهبة كان كي مشي عندها مزيانة حليح السيلم هاد راجلها ما كانش نجيب خبار الله وعلم ما سيدي الله وعلم فيك يتلاقاو وانكذب عليكم مو يمو كان كي يقول لي انا كمشي عادة انا كنعرف بك تسكن ولكن فيك يتلاقاو كيتخو عادة للدار كمشي عادة للشي دار خرار الله وعلم انا هاتشي هذا ومن غير الشي هذا كي مشي معه اللي بار اللي كي سأل الخدمة لالشركة كمشي عنوية كمشي والكونتوار كمشي والريح كي يبقى يشرب انا بقى يشرب مواله صافي انا كم ريح صافي ونشوف اللي يعود يشوفه شواحد وكاده وغير بحاله غير الامين السيريال ونسخر لي ونجيب لي شيء اللي بغاها هاتشي لكين قبل البوليس لم يمشي عند ذلك المراق الشهبة اللي قال السيد مروان يقول لنا هاتك النهار ماذا وقع بالضبط ملي يمشي توق بينها قوسين صيد توق ومشاعد مراق جاء عندك اتلاقوا فيها كي يجي عندي فيها كي يمشي يشري عنده السياد كما يشارك هجالة كارجعة يجب الى الطابب الى بالفلا السبع من الوصفه كل أسبوع سيجبته قدامه بالفلا ونسألت الطابب الى ونذهب المفيد ماشي الشهدكين قريبا ماشي اصطلروا بحلمكك اصطلروا باقي لما لم يكن مليه لا أعلم هذا المهم التوقيت مشيت في حالتي أنا مشيت في حالتي هو دخل ومن ثم لم يجبت له الخبار حتى عائلت له نخرج التقرير للطباب الشرعي يجب أن تقتل التقرير للطباب الشرعي تقتل تقريبا مع جوهة بين السبعة و الثمانية أنه في الخاص بما يعني ملعاء المعكة ومالا للذين يجب أن تقريبا مع جوهة وشتهرة مع فاية التمنيا هذا تقريبا مع العامل مع نصف في المعكة تشعر العرب وباية تكتبا في المعكة هذا تقريبا مع المعكة فمهما لا يؤكد بأنها ليست التمنيا أخبرك هذا تخلف مع القاتل أولا لها القاتل الله أعلم. هنا سوف نرى مروان هو الأول بعدها. قال لي انتيق في التوقيت تعزمان ووقف جريمة في كتين. ما جوي السباع حل ما كافي. قال لي ما فين نكون. كتفي دارة يعني كتفي دارة. باقيهم زوج مع والد مروان. عايش غير مع والدي وخوته وعائلته. قال لي ما سيدي هذه الساعة انا من اللي نزلت من الطنبيل هو من دخل الداخل. كان يعطاني واحد يجرس هجليت. أعطاني لي. قال لي صافيك أديهم. أعطيتهم للدار. أعطيتهم لهم. يصابوا ومنضيهم ويطيبوهم لنا. هذا الشيء اللي كان. شو أسوله والديه و أسوله وعائلته. أكدوا. لا أعطاني. هذا النهار وصلت قريبا مع جوة السباع واربع. السباع وقسمين للدار. ها وارع. وجاب حجلات في الدو. وقام ريح. ما مشاتر شي بلاسة. الحسابات ومعطيات السيدرة خارج إطار الشبوات. ومشي هو. ممزيين. هنا نبقى اليوم واحد لابيس ذلك الشهبة اللي كان يمشي عندها من اللي كان يمشي كسيد. ما وين هو نفسه اللي مشاقل اليوم في كتسكن. ومشاولة هالبوليز شدوها وشدو صعراج لها. المهمة الزوجين هذو كل واحد داروه في الغرفة وبدوهمها بتحقيقات. هذا الرجل يعني الزوجة ذلك الشهبة. الحساب ما قال البوليز أنه ما عارف حاجة بها الخصوص. ما عارف هو ولو. أو لقوه البوليز ما عارف هو ولو. لا خيانة دي المرات وليه لا تبتاشي حاجة. المهم خليوني دابة مع الشهبة اللي حتى الرجل اللي. الشهبة سؤولوا البوليز. قلنا لها علاقتك بلادك حاكم. حنا يا صارحة يحاولت أنها تنقرد قولة ديما بيني وبينوش. ولكن البوليز يواجه بأنه السيدة تلقى مقتول في فيلا ديالون هارفن فلاني. مع جوي هذي السبعة الثمنية. ونتي مشابه فيه. إذا ما قلتك شنينان في كتير الساعة. أو شنين علاقتك بآخر مرة شتيفة. رغتل بتلقى ديبوح لك. هنا يا سكتات. وقاتلي ما شنوكين. قاتلي ما بدي عشان أقول لكم. الفقر والله غالب. وكذا كذا. وتعرفت أنا على حاكم في وحد دور وفي معيانة. وكامشي ونجي 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 ونجي. وصار. كانت لقاوي عما السبت عما الحد. ونجي وصار حالة بشرعي في الغابة. أما تنطلق اللازن يدخل عليك الدار. لا سيدي اللو يرد عليك الدار. وكذا يدخل عليك الدار كاريح. يأتي لديه الطواممبيل. يأتي لك في بلاتة. ويأتي معه. ويأتي لدار كامل. يأتي لك دائرة وشعرها. يحتاج إلى هذه الدار وربعة لك. يأتي بناعبة ثانية على مقروبة خاصة من الحياة التي تكن فيها كانا. ويأتي للدار. ما هو الشيء؟ راجل اخبره؟ لا سيدي الله لا اخبره اخبره مزيان والطموبيل عندك ديالمن شكو شارع لك؟ عنده الطموبيل السيدة لك وشان أقول لكم هو الشارع لي حاكم حاكم الشارع لي مزيان هنا الراجل يقول له يعني الزوجة الشابة قال لها قل لنا السيكلان انت ما عمرك شكيت في مراتك؟ لا سيدي الله كنت تقفى ما عمرك حسيت بشي حاجة مشتري لك تديرها لا سيدي الله والطموبيل من جاء من جاء الفلوس وها سيدي قال لي بأنها راحة هي كتخدم هنا و هنا و هنا ولكن راحة أخوتها هنا و هنا وتسلفات وتكلفات شارع الطموبيل مزيان وتكلفات شارع الطموبيل مزيان هنا الناس يعني البوليس عرفوا بأنها تسيد هذا مفرص ولكن ما بيش بزاف أنه يكون عارف وتبعه وقتل الراجل بدافع الشرف مزيان هنا قل لك تعرف حاكم قال لي بحاكم مول لوزين فلان 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 يا كنعرفوها كنت عارفوها و ما عاش بأن ورا لأوروبا ما كي دورك بالمرأة وكادا كادا لا سيدي الله ما عارفوها وشتعرفت شي هذا وطلقت مراتي مزيان الناس تأكدوا بأن السيد ما فلاص تشي حاجة ما عارفوها هنا شاهدوا معه بعيد وشاهدوا برنامج اليومي بكل اختصار بأنه ماشي ومول فعلة لأنه جاب بالحجة قوية بأنه ما كانش لحظة تلقوا الجريمة في مصرح الجريمة من الشهداء كانوا مع السبعة في كطي بأنه تفرقت معه بقر عقلة تفرقت معه خمسة في الحلماكاك تقريبا شغل الخمسة لاروب بحلماكاك وشتعي تغسي ورايحت معه وقررت سبعة ونصف بحلماكاك و بالآن اجبت ولادها ولادها بقين صغر هاجعوا عندي مره مره واتكونوا معي ماذا يكون ما كي يمكن ترجمة اشتراك عن حيات الثالثة لم يكن لتضع الحكيم ثم ، هذا الشركات التي يخدمها ترجمة أصولهم تقريبا كاملين لديهم الثالثةل في شركة تicismهم الأسر الخارج هي العلاقة الوحيدة من خلاقية شركة تحبسه شركة يعني خدمة او الاجر من يخلصهم العقلة والاكتر تحاجة مكينة ما بيناتهم تشي علاقة من نوع اخر اولو تشي واحد ملقاه مراح شي حاجة او لغدي بحثه مراح هنا يا الزوجة ديالو غد قولي محد القادية الزوجة ديال هاد حكيم قلت لي مودي را قبل ما يخدمها مروان را كان مخدم واحد الولد واحد درج هذا شاب شوية كبير ومزوج كان مخدم معه والاهم اللي عارفوا بانه كي يعود لي الاسرار ديالو في المشافينجا بالعلاقة ديالو ترزو هاد الولد هاد اول هاد شاب هاد اسعد هاد اسعد هاد كي تكون في الفيلاج كي تكون في الفيلاج ومزوج وعنده واحد جولي دالت مشاو عنده جابوه جاسي اسعد قبل لي كتعرف حاكيم قل لي مالله يودي حاكيم كتخدام عنده الله يرحمه موهم الله يرحمه صغير في هذا النهار معنا ديما نقول مزيان نقول لي نا عليش خرشي من عندك واسيدانك تتخدام عنده كنتانا ودرعوا لي من نسوق بي طوم بي المشي معه هنا 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 ونزخر ليه و لكن واحد نهار كترشي بانني انا كان نهزل المعلومات وكني أعطيعهم المرات يالو لان المرات يالو كانت موصياني وكانت نقول لي واحد نهار فرشاتني معه وتخاصمات معهم وراح أطردني هذا الشيء الذي أعطيني حسابي ومشي تفحيلتي ومن ثم مصافي أنه يتقلل على خدمة أخرى ورقيتها الحمد لله وانا أصلا مقاش كنخدم حدو الخدامي اما كنخدم خدمة معقولة أو رم النقط من هذه الخدمة مزيان نقول لي نهار فلان فلاني في كتين في كتين يعني ما بين السبع التمنية يعني نهار وقو الجريمة السبت فلان فلاني قال لي فلان كون هي السعنة تتخدم في الشركة الشركة الخدام فيها يخدموا السبت كامل مزيان شاءوا تأكدوا بنفسهم من هذه الشركة اللي يخدم فيها هاد اسعد هذا ألقوا في النيس خدام هاد الساعة مطلق الخدمة ليحتل عشرق تالي وعنده شهود وعنده ذلك الرجزر اللي يقيد فيه المعلومات دياله صاف هاد اسعد تهوية سوق وخاوي ولكن هنا اسعد سيقول لي محل المعلومات ايش سيقول لي مودي ركان مخدموا واحد القلد هذا القلد اسمته زهير وكان قريبا تقريبا تتسخر ليه وهو اللي كان يجيب ليه الحشيش لانه كان موض من مخدرات يجيب ليه ككين يجيب ليه كادا يجيب ليه اي حاجة أبغاها والولد أنا عاق عليه رأي تعرف ليه في اليمن الأخرى دياله يتخدم معه تعرف ليه غير دار في خير ودخله يخدم معه الشركة شركة مكيخدم فيها تاشيح حاجة ولكن هو يكلف به غير هو يجيب ليه المخدرات يجيب ليه في مسائل شخصي دياله اسمته زوهير الدري هذا زوهير بكيسكن كذب عليكم زوهير ماشي ولا البيلاج زوهير الحساب المعرفة ديالي أنا به كان كيسكن في واحد المدينة بيدها لها البيلاج بشي 400 كم ربح المكك وكيف انا وصلوا ليه وقال ليه ماشي نقول لكم هو تلك واحد ما كعرفه هنا كيبان غير مره مره هو كيسكن في المدينة وهو من اللي جاء من هذه المدينة التي تكن فيها سكن في المدينة التي تكن فيها الشركة من اللي يرحمه ومن اللي تعرف عليه وكيف انا قلت لكم دار فيها خير ويخدمه في الشركة ولا يخرج معناه الفيلاج ويجيب ليه المخدرات ويجيب ليه الكوكاين ويجيب ليه المسائل ولكن تقدروا تبقيوا الشركة حيث يحاكم أي واحد يخدمه هي اخذ فوتوكوبيتلاكار دياله تقدروا تسول الشركة تلقى الفوتوكوبيتلاكار دياله هنا قبل ما يمشيوا يتأكدوا من الشركة وليش عندهم فوتوكوبيتلاكار لانه هو كان محسوب عن شركة خدام في ذلك زوهير سولوا لك مروان وسولوا الزوجة الزوجة ما عرفته ما عرفته ما عرفته ما عرفته ما عرفته مروان قال لي موديت زوهير لكن عرفه خدام شركة جابه هو اللي جابه حاكم باتروني يا الله ارحمه ولكن أنا بيني وبين كورا ما عنديش معاه ما عنديش معاشي علاقة لي يا واطعيضا ولا قريب لي ولا قريب لي على حساب ما عرفته انه كان يجيب ليه الكوكاين هو كان يكلف لي بكوكاين وشيخدمه ما يخدمه مقاددة في شركة غير مسمي يخدمه في شركة اما هو كان يجيب ليه الكوكاين هذه الخدمة قال ليه البوليس لينا قال لي مسيدي غير مطاعش في بالي وصافي لانه لانه اللي كان يجيب ليه هو الباترون لانه مزيان قال لي في اللقاء نفس الهدرة قال لي ما وديشا نقول لكم إذا كان لديكم لقاءوا اللاكارت الشركة بقيهم صافرين اما لا أعرف كيف يسكن هو بالي مدينة بالتأكد صاحب مشاهد الشركة أرجعهم كيشوفوا الناس المسؤولين تماما دوك اللي شايفوا دوك اللي كان معينهم كيبقى ذا قلبوا في البرسونال اللي كانوا خدامين يعني اللي كارت ديالهم كاذا 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 اللي حتى كي يلقاه هذا هو زوحير أعرضوا الصورة دياله على كارت دياله على أسعده على هذا مروان تعرفوا لي هو هذا هذا كان يعمر معه لكن تبا في نوع سؤول الشركة أصلا هو نقاطع العمل بهذه تقريبا من نهار تقتل سيد حاكيم من تماما يجيب الشركة وما كان يجيب الزاف يجيب مرة مرة ولكن من نهار تقتل حاكيم من هذك النهار تقريبا نقاطع بسيفة دائمة غبر للأعطر وتوحد معرفه من خلال هذا فوتوك اللي كارت دياله يمشيو البوليس كان يحاضر أو لحساب العنوان دياله كان يحاضر عيدة بساف على هذه المدينة تقريبا بشكل 400 كم ربح الماكاق ومشاو نساقلوا يجاوي باستعانة بدب بشرطة القضاء التي يتمها لحساب وصلوا عنوان ذهك الزوهير كان يوصلوا كان يدخلوا او تحل لهم واحد المرهة تبينهم ثم تبينها السلام عليكم السلام عليكم كيف هنا ذهك الزوهير تاسي ديلة نحن نقلل بوليس ونقلل بوليس السيد والذكره يدير جريمة أولا مشابه أنه يدير جريمة ونحن نبحثه لكي نسوله في القادية إذا كان بريء يجيسل من السوق أو لا، سنوصلوا لي طريقتنا وذلك الساعة لا يلوم إلى نفسه هنا الأم دياله بزائرات وقالت للموضة السيد أو الولدي رأي قهرني لا يستطيع تصلح الرجاء هنا فعلا نيت جرم ولكن الرجاء غير واحد اليومين ومشى في حالاته الله أعلم أنه قهرني ذلك الولد أنا بارية منه والمسؤولية له خارجة منه لا يستطيع أن يستطيع حاجة لكي نروجه ولقاه أصلا عنده صوابق قضعية يعني داخل ديجا وحده شدات عنده على ود السارقة أو القريصاج السارقة بالعنف هنا يمكن أن يلقاه يمكن أن يمشى يمكن أن يمشى سؤوله والدي وعائلته يمكن أن يمشى يمكن أن يمشى معرفة المصار الذي توجه فيه هذا الزهير لا يمكن أن يمشى عائلة لا يمكن أن يمشى هنا وغابر الأطر هنا يمشى لدي هنا يمشى لدي محيطة الماء طيب الحال يمشى لدي يمشى لدي تقريبا يومين جاء عندي وقال لي يبدو أن يرى أن يمشى لدي وقال لي يجب أن يحرق يجب أن يمشى يجب أن يتناجر بطريقة سرية لا يمكن أن يجب أن يناول هذا لا يجب أن يمشى وباقي كان يتواصل معه مرة مرة لا يمكن أن يتواصل معه مزيان مزيان قد عائلته وقال لي حاول أن يتواصل ولكن التليفون كان طافي لا يجب هنا يقول لدي معلومة هذا الدري الصادق زغير قال لي وقال لي أن يحرق سريا قال لي أن يمشى معي دري لا يمشى بجوش وقال لي لا يجب أن يتواصل والدي أو عائلته وقال لي سأتقل سريع وقال لي هنا سؤال سؤال العائلة صادق زهير وقال لي سأتقل وقال لي أن يتواصل مع أولدك أي سيد يقول لدي في المشاة وفي المريح وقال لي وقال لي محل خمسة وقال لي أن يتواصل وقال لي وقال لي في التليفون يتواصل معه وقال لي فينك التدعب مهم بالتعاون مع البوليس هذه العائلة كانت متعاونين وأصلا هم يحرق غير مصافي سوف يبقى يشوف معه عرفوا بالضبط هم من خلال العائلة وقال لي والبوليس تقلق على وجه الصراع بالاستعانة للإخوان وقف علم أمام جموع وقال لي وقال لي زهير كان غادي وقال لي صافي واجب ما لدائر الحاكم بأنه هو المشافرق موحد وأنه لا يوجد شيء يدافع أنه يهرب أو يحاجر من غير ملكانده يفعلها كبيرة بزاف بحالة جريماتها القتل يبقى يدور في عينيه أو يعترف هذا الحاكم مسيدي وكان قلبه طيب وخا كان يتناول مخدرات وخومه مغلقه ولكن كان إنسان جيد فأنا في قبل حال وحد النار أرى هذا هذا الزهير أرى أنه بقوة يأكل وشربه هذا الحاكم يجب أن يطلب ويني أن أعطيك وقطيك بالحناية أعطاه لا يسعر لي الماكلة ولكن لم يجوه هذا الزهير يطلب حاكم على الخدمة كان بأنه الرجل اللبس اللي طالبه كلي صافي دوزديد خدب يفاشق لي جبلة فضل و دخل و يخدب حكيم كان محتاج شو واحد انه يجيب لي هالمخدرات أو الكوكاين القاق بحد هالزوهير قعد لي الغراط عارفه تهوين بليه و كذا و كذا و كذا هو عارفه عنده صواب قضائيا ولكن معادة لخدمه كي يجيب لي الكوكاين كي سخروا عليه يجب له المخدرات و أي شيء باقيها. ولكن لا يجب أن يتطلقوا مع ذلك مروان مع ذلك الظهر مرة. لأن ذلك الظهر أكد ذلك. هذا ما هو. يجب أن يكون لديه فيلا من المراته. وعلاقا بينهم كبيرا في الشركة. يجب أن يجب أن يكون هناك حكيم. هذا ما هو. يجب أن يكون هناك حكيم لباسي. هذا النهار وقفت. كان موصينا على قرار من الكوكيين. وقفت. وقفت في الفيلا. وقفت بعيد. وقفت بعيد. وقفت طاوبيل هو مروان. عن بعد. هذا مروان لم يرى الظهر. انا لم يرى الفيلا. وقفت بعيد من المروان. ويذهب وبيته. وضع. وقفت. يحاول أن يكون هناك حكيم. ويقال له. من المرة المرة Конечно. دخلوا يا هدنت. دخلوا فيلا. كما قلنا. دخلوا فيلا. دخلوا. يجب يجب القرار من الكوكيين. يقل لهم. يقل لهم. أتب western. لماذا أحدا أيضا؟ لأن دخله هو موالف من المراته لا يدخلوه كيفاريه معاقيد قدام بيه يعني مراته هيبه لا يعرفه شدك زهر بيته مراته يدخلوه قال لي ودي فينا المدام مكيناش في دارهم وقال ليه بديران هوت معه صداح الصباح ومشاهده في حالتها سافرها في دارهم وقيله هذا الشيء هذا معايش معجويه سبعة لارو بحل ماكك هنا هو استاغل الوضع أعرف مراته مكيناش تخصم محام مراته لم يشاهدوه شدك كان ديما عنده جنوية ومقدمه طف 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 ويدبحوا دوز عليه طيح وثمه يفرش طاح يعني غارقوا الدم دياله وحده هذا الحجيل بعدها البندقية وباللبس تاع الصيدة اطلع الفوق قلب 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 هزدك سنائذي قتع هزد الفلوس هزد اي حاجه وغادر غادر وخرج بره زي حالته ويبقى في حالته ويبقى في حالته ويبقى في حالته وما نقشه رجع الشاركة طبيلت حال هزد الكار ووجد دارهم صرف هزدهب أخرج منها ويبقى قلب حالته وفي قلبه ويبقى سافر ويبقى في البلاد وقالت صاحبه صاحبه وقالت صاحبه وعرفته سوف يهاجر لأن صاحبه وقال لي من يكون زهير بنيا وقال لي واحد وقالى وقلت يستوصلوا لي عن طريق فوتاكو بطلاقر للشركة ومشاولي يستوصلوا بالطريقة التي قلناها هذا زهير كان غدار أقتل السيد الذي دار فيه خير ودخط له وآوه وخهوه كانت تعدو صوابق عضائي وتشاركه من الدخله ودخله وداره ودراغه باليمن ويتخلى فيه مزيان تقدم العدالة كما تقولنا وتحكم عليه بالإعدام هذه النهاية الحلقة اليوم كانت تمنى أنها تنال عرض داري لكم والله يرحم لكم موالدين الحسن الإسراء ومتابعة ودومتم أوفية القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته